موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم طالو وراجعنا لكم فيديو جديد في الفيديو اللي فات قلت بنسوي سلسلة مع الروز بنجيب لأنثى ونقعد معهم خطوة بخطوة لين ينزلون أول بيضة عندي أنثى من أول بس يعني ما قد أنتجت قد أنتجت كذا من غير ذكر رفت انها جاهزة للإنتاج كيف تعرف أن الأثى جاهزة للإنتاج الأثى بعد عمر سنة تنزل بيض من غير أي ذكر أول خطوة تسويها الأثى أن توريك أنها جاهزة للإنتاج وتشوفها الشيث ثاني تشوفها تجهز عش لو عندها بياضة تقعد في البياضة كثير وتجهز البياضة للإنتاج وهذه الطرق اللي تجليك تعرف أن الأثى جاهزة للإنتاج وكيف الطريقة اللي ندخل الأنثى على الذكر من غير ما يتضربون من غير ما يتقاتلون أو بعض الحيان ما يعني ما يتضربون وبعض الحيان يتضربون هذول اللي عندي تضربوا وقلت جبت لأنثى قبل ثلاثة سنين أو سنتين على طول عاشوا مع بعض من غير أي مضاربة من غير ما أخليهم مدة جنب بعض على طول حتيتها وعاشوا بس دولة شوية فيهم عباطة والضاربوا والحين لهم 24 ساعة كل واحد في قفص وقدام بعض والحين بندخلهم مع بعض بندخلهم في نفس القفص معكم ونشوف الطريقة خطوة بخطوة يلا خليكم معي ولا تنسوا اللايك والاشتراك يعني يعطوني تحفيز لشان ندعس في السلسلة هذه إذا شفنا فيها تفاعل بدنا لا نستمر ما فيها تفاعل نشوف سلسلة غيرها ولا تنسوا اللايك والاشتراك شارك المقطع ما واحد تبغى يشوف هذا الفيديو وسنابي والمتجر في الوصف تحت ويلا خليكم الحين مع الفيديو طبعا جبنا ذا تذكرت أني عندي أنثى وهذه قلت باضت طبعا تذكرت هذه قلت ليش أروح أشتري وأنا عندي أنثى هذه الأنثى كانت عند أمتي وماشاء الله قاعدة تبيض من غير أي ذكر هذه أول علامة وأقوى علامة أنك تعرف أن الرز أنثى أنها تبيض من غير أي ذكر وهذه الحركة أنها تبيض من غير ذكر ما تسويها إلا إذا عدى أمرها سنة طبعا هذالهم جن بعض هذه بطلعها الحين بشوف ردة فعلها أصبر شي خلنا قف الباب نطلعها نشوف ردة الفعل أحب هذه اللحظة لحظة التعارف أحبها مرة طب مرة أدخلها مع بعض في فاصل في الوسط القفص أني أحطها بين هذا وهذا بس ضيعته إن شاء الله ألقاه شوفوا للحين ما في أي فعليات ما في أي مشاكل وهذه ساكتة وهذا ما طلع لها إلا يطل بس يرمي نظرات هو الطير حقي خجول يهديه يلا طلط له لو أنتجوا لو أنتجوا أصفر وأزرق وش بيطلعون أطلع أطلع فوق خلني شايع بحطها عنده دخلتها عنده في القفص طبعا إذا بداخلها عنده في القفص لازم تقعد تتابعهم عرفتوا كيف يعني ما تخليهم على طول وتروح يمكن الضربون عشان لا تخسر واحد فيهم تخليك تخليك معهم دقيقة خلني الآن لا يوجد أي فعاليات رحلة رحلة شوف كيف صوت صوت الأنت شوف بغير يأكلها عشان يبطلع الهين بأخر من بعض بخليهم جنب بعض كذا اللي نحصل الفاصل وحطهم في قفص واحد الهين بخليهم جنب بعض كل واحد في قفص ويتعرفون على البعض اللي يوم يومين ثلاثة كذا ونحطهم مع بعض طبعا نكملوا تقريبا 18 ساعة هم مواجهين بعض من قفص لقفص هذه طريقة التعارف كان عندي الفاصل زي ما قلت لكم ممس بس ما لقيته مرة قهر المهم حطيتهم كل واحد في قفص وقريبين من بعض يعني مرة القفاص قريبا من بعض يروحون لبعض ينزلون هذه أول طريقة أنك تخلي الطيور تتعرف على بعض لأن الرولز متوحش ما يتعرف على النوع أو الأنثى إلا بهذه الطريقة أنا بخلي خليني الآن 18 ساعة أخلي بكملوا 24 ساعة وبدخلهم على بعض وبشوف ورقبهم إذا تضاربوا طلعتهم وإذا ما تضارب خلاص أخليهم نفس القفص وأبدأ أجهز لهم البياضة وأبدأ أجهز لهم الأشياء حق الإنتاج خلاص كذا خليناهم تقريبا يوم 24 ساعة تقريبا 30 ساعة قدام بعض والحين نحطهم مع بعض شوفوا أنا قاعد أتأخر مفروض نزلت هذا الفيديو أمس بس أنا قاعد أصور فيديو هنا في نفس اليوم عرفتوا كيف صورت فيديو وأنا أشتري أزواج الكوكر اشترت أربع أزواج الخوي وصورت وأنا رحت أجيب الأزواج وكم شرناهم هذا بإذن الله يكون المقطع اللي بعد هذا خلينا نحط الرز حقي الذكر مع الأنثى نبغى نشوف وش يساوون استقبلوا بعض أو لا طبعا معلش هادومون المجلس شوفوا النشارة والأكل اللي هنا في الأرض معلش شوية ننظفها المهم خلاص الحين بنقص الألعاب هنا بنقص الألعاب وبركب البياضة وبحط البياضة وش اسمه شارة خشب يعني رتب البياضة هذا البياضة اللي هنا بركبها بالقبص وبنقص الألعاب لأن الألعاب هنا ما تنفع نحن نبغاهم ينتجون يلا السلم اللي فكاته شكلي بحطه للباك طبعا هذي نشارة هذي نشارة قديمة بغيرها بحط نشارة جديدة البياضة ما حد استخدمها بس النشارة طولت تكملها تقريبا لها أربع شهور في البياضة الآن بغير النشارة هذه البياضة فضيتها من النشارة القديمة والحين بنحط النشارة جديدة دور أن نوزع النشارة حسني كثرت حسني كثرت بس مع مشكلة وعلا نشارة حسني مستمر كثرت ليس بالنحط روز النشارة حسني روز نشارة اشتركوا في القناة 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 المقطع اللي جاي بإذن الله نحط لهم المكان المناسب نحط لهم الخشبة اللي في الوسط اللي قدت لكم حق الانتاج ونحط لهم ونحطهم في محل مرتفع عشان ينتجون بإذن الله هذا بيكون في المقطع الجاي من هذه السلسلة السلسلة انتاج الروز طبعا الحين أشوف اللي يشوف عندي الحين يتعرف على البياضة يدخلون البياضة يعني ها أول مقطع وركبنا الزوج جلسوا يوم وكم ساعة قدام بعض في الأقفاص اللي نتعرفه على بعض وبس هنا يكون انتهى الفيديو وخليني أكمل الفيديو الثاني حق أزواج الكويكر اشترينا أزواج الكويكر اللي واحد من العيال أوصى معي أزواج الكويكر وفي المقطع الجاي بنقول أسعارهم وبنقول كل شي عنهم ويلا خلكم ونشوفكم بإذن الله في المقطع الجاي لا تنسوا اللايك والاشتراك وزيارة المتجر والسناب في صندوق الوصف والسلام عليكم